في السياق متصل عمر السلية دلوقتي بيشوف مع بعض الوكلاء عرض خاليجي للرحيل عمر السلية اقولها لك بمعنى عشان ما يبانش انه الراجل عايز تبيل اهلي اقولها لك بالمعنى الصحيح يعني او بالمعنى الحقيق بعض الوكلاء يتحدثون مع عمر السلية عن عروض خاليجية فعمر السلية ابدأ موافقة مبدئية وطلب من هؤلاء الوكلاء عرض رسمي يتبعت للنادي الاهلي بناء على طلب من النادي الاهلي يعني النادي الاهلي برضو راح لعمر السلية قال له لو عندك فعلا عرض خاليجي خليه يتبعت بشكل رسمي وتقديرا لما قدمته للنادي وتقديرا لتاريخك في النادي الاهلي ننظر في هذا العرض طيب لو ما فيش عرض رسمي لو ما فيش عروض خاليجية تردي النادي الاهلي وتردي عمر السلية فعمر السلية كده كده مكمل مع النادي الأهلي لنهاية عقد دي برضو حكاية عمر السلاي